الخبر الأول اللي عدنا عن أحمد النشيط وأنس وأصالة وآخيرا نزول الوثائق المنتظر طبعا مبارحة نزلت الحلقة الأولى من الوثائق على قناة أحمد النشيط واللي حتوا بيها عن أنس وأصالة وقصة زواجهم فاللي حابين يشوف هذه الحلقة رح تكون موجودة على قناة أحمد النشيط رحوا بحثوا عنها وبالنسبة لأشخاص اللي شافوا الحلقة يكتبون تقييمهم إلها بالكومنتات الخبر الثاني اللي عدنا عن ياسو ريدر والمشكلة اللي صايرة بيناتهم طبعا ما يعرف شن اللي صاير الصراع دلاني وما يعرف شن اللي صاير ولكن ليش دا أقول هذا الكلام بأن ريدر لغى الفولو أو المتابعة على حساب ياسمين بالإنستغرام وعدها فتح بث مباشر وكل بالكومنتات كان يقولولي ليش لغيت الفولو وهل أكو شي بينك وبين ياسمين وليش ياسو أساسا ما جاء بصيرتها بالبث كله هو ما كان يجاوب على هذه التعليقات وفعليا كان مطنش هذي كل التعليقات رغم أنه يسوي نفسه ما يشوفها ولكن كانوا كثرة من الواضح أنه صاير شي بين ياسو وريدر ما أعرف الصراحة أن يكتبولي بالكومنتات شون تتوقعون أو هل تتوقعوني مجرد حركة لفت أنظار مو أكثر الخبر الثالث اللي عدنا عن ريدر وقصف الوسام تيكيت فريدر مبارحة كان فاتح بحساب الانستغرام بث مباشر جابي سيارات وسام تيكيت بطرقة غير مباشرة سأضع لكم اللقطة وبعد نفهمكم طبعا مفتهم شنو يقصد فهو يقصد أغنية شركة والوسام تيكيت أنه هو جاب بكتا سيارات وجاب بنات طبعا بنسبل هذا البث مباشر فهو طويل كلش الحاب من يشوفه جواب الوصف بقناتي الثانية الخبر الرابع اللي عدنا عن محمد جواني وقصف البيسان اسماعيل لو محمد جواني نزل على حسابه بالانستغرام هذا الفيديو رح اضع لكم يا ركزو بيزين طبعا من الواضح انه جواني حيبتدي اليوم بقصف على السريع ولطبعا لا تنسون مقطع جواني رح ينزل اليوم اللي قال رح يكون بيدعس وبس والله الهنا وصل نهاية المقطع هحط لكم حاليا افضل خمس تعليقات من المقطع السابق اللي حاب ان يشاركوا بهذه الفقرة كل ما عليك انه تحط كومنت حلو مثلك وان شاء الله هناخد بشكل عشوائي يعني والهنا وصل نهاية المقطعات من المقطع جابكم مع السلامة